اقترحت المفاوضية الأوروبية على دول الأعضاء تعليق دفع نحو 7 مليارات ونصف المليار يورو من التمويل الأوروبي للمجر بسبب مخاطر عالية مرتبطة بالفساد بانتظار تنفيذها إصلاحاته وقال المفاوض الأوروبي للشؤون الميزانية يوهان ساهان في مؤتمر صحفي أن المجر تعادت إبلاغ المفاوضية تنفيذها إجراءات لمعالجة الوضع بحلول التاسع عشر من تشرين الثاني وسنعيد تقييم الوضع وسنتصرف بناء على ذلك وسبقا اقترح المفاوض أهان تجميد 70% من الأموال المبثقة عن عدة برامج مرتبطة بسياسية تضامن التي كان يفترض أن تمنح للمجر في الفترة بين 2021 و2027 وسيكون أمام الدول الأعضاء شهرا للرد بالأغلبية المؤهلة على اقتراح المفاوضية لكن يمكن تمديد هذه المهلة لشهرين إضافيين وتشعر بروكسل بالقلق حيال استخدام حكومة فيكتور أوربان القومية التي تحكم منذ العام 2010 لميزانية الاتحاد الأوروبي وتشير المفاوضية إلى مخالفات وثغرات في آليات تمرير المناقصات العامة والنسبة العامة من الترشيحات الوحيدة لهذه العقود وعدم السيطرة على تضارب المصالح ونقص الملاحقات القضائية في حال وجود شبهة فساد ترجمة نانسي قنقر